كلام طيب كلام طيب لقاء تواصلي من أجل البوح والحك والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية في عمق الحياة النفسية والاجتماعية كلام طيب فضاء حر لكم مستمعين الكرام مع الدكتور طيب كريبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا اليوم عن أكل الحلال وعلاقته بإجابة الدعوة في الحديث النبوي الشريف بينما كان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي مع صحابته وسأله بعضهم يا رسول الله كيف يمكن أن يكون دعاؤنا مستجاب وكان النبي الكريم قد لاحظ بأن بعض الناس يتساهلون في أكل الحرم فأعطاهم حديثا واضحا لهم ولأمته إلى قيام الساعة هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعة أغبر يمد يديه إلى السماء وقد غدي بالحرام مطعمه حرام وملبس حرام ومشرب حرام وغدي بالحرام فأنا يستجاب له هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم النيسابوري في جامعه الصحيح يدل على العلاقة التي تربط ما بين استجابة الدعاء وأكل الطعام الحلال بدأ الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب ولا يقبل إلا طيب واسم الطيب هو من أسماء الله عز وجل بمعنى الطاهر أن الله تعالى لا يقبل إلا ما كان طاهرا وضده الخبيث الخبيث لذا قال الطيبون للطيبات ثم قال والخبيثون للخبيثات وربنا عز وجل في مشربه وفي كلامه وفي حديثه وفي معاملاته وفي مواقفه وفي انفعالاته دائما يحرس على هذا الأمر وقد أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين لأن الرسل جميعا سبق في علم الله تعالى أن أمرهم منذ الأزل بأن يكونوا طيبين في كلامهم وفي مواقفهم وفي مطعمهم وفي ملبسهم وفي مشربهم لذا قال يا أيها الرسل كنوا من الطيبات واعملوا صالحا فالعمل الصالح إذا سبقه طعام حرام لا يقبل يكون مرضود فلابد أن يكون الطعام كحلال حتى إذا ما عملت عملا صالحا يكون عند الله تعالى مقبولا وبعد أن أمر الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أمر المؤمنين والمؤمنات فقال يا أيها الذين آمنوا كنوا من طيبات ما رزقناكم الله تعالى أنزل الكثير من الخيرات هو سبحانه وتعالى أنزل الطيب والخبيت لماذا ربنا خلق الخبيت في الوجود؟ هذا من حكمة الإبتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عمل الله خلق الخير وخلق الشر خلق الحق وخلق الباطل خلق الحلال وخلق الحرام هو سبحانه وتعالى فلماذا لم يخلق ربنا عز وجل كل شيء على مستوى رفيع لا يخلق إلا الطيبات وإلا الحلال وإلا الإحسان دون أن يخلق ما هو مضاد له الحكمة لن تكون واضحة فربنا عز وجل خلقنا في الدنيا لكي يبلونا أينا أحسن عمل هذا الاختبار والاختبار يقتضي التضاد ثم سيدكر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم نموذج لرجل كثير الدعاء لكنه لا يستجاب له لماذا لأنه يأتي بكل شروط الدعاء إلا أنه والعياد بالله يرتكب جرما واحدا يجعل الباب مغلق ماذا قال؟ ثم ذكر الرجل يطيل الصفر أشعة أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغدي بالحرام فأنا يستجاب له هذا المقطع من الحديث النبوي الشريف وقف عنده علماء الفقه والحديث طويلا لأنه يتضمن معاني مكثفة قال ذكر الرجل يطيل الصفر الصفر هو مدعاة لاستجابة الدعاء الإنسان إذا كان مسافرا هذه علامة على علامات من علامات أن الله يفتح له باب السماء ففي الحديث النبوي الشريف قال صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات لا ترد دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب يقول له لأستجيبن لك ولو بعد حين الشاهد عندنا هو المسافر ثلاث دعوة لا ترد منها دعوة المسافر لماذا الصفر هو مدعاة لاستجابة الدعاء لأن المسافر يقع له التبدل وتغير في حالته ويشعر بالمشقة وبالتعب ويشعر بالغربة مع العائلة والأحباب وينفق كثيرا من الأموال فالصفر سواء كان أيام زمان أو في وعصرنا هذا دوما يبقى فيه تعب ومشقة وإنفاق وغربة وتبدل لهذا ربنا عز وجل هو يعطي للصفر هذه النعمة أن الدعاء في الصفر مستجاب وقال يطيل الصفر أشعة أغبر أشعة أغبر وهذا يكون في الصفر لما تكون الصحاري والفيافي كما كان أيام زمان الناس يسيرون على النوق والجمال والحمير والبغال ومنهم من يسير على قدميه ويسير مسافات طويلة تمتد لأسابيع أو لشهور ويقع له التبدل والتغير لا يستحم ويتعرق فشعره منتفش وجسمه مغبر وحاله مختلف يعني هذا فيه تدلل وفيه انكسار الإنسان لما يكون على ذا الحال أشعة أغبر يعني يكون يشعر بالضعف وبالهوان وإذا ما دع المولى يتدلل بين يديه وينكسر وهذا أيضا مدعاة لاستجابة الدعاء ذكر الرجل يطيل الصفر أشعة أغبر يمد يديه إلى السماء يعني هذا الرجل المتدلل دوما يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب فالدعاء المستجاب أن ترفع يديك إلى السماء هذا من آداب الدعاء وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي إذا رفع إليه العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين الله جل جلاله من صفاته الحياء الله يحب الحياء وفي الحديث إن لكل دين خلق وخلق هذا الدين الحياء وربنا فيه الحياء يستحي إن الله حي كريم يستحي يستحي من ماذا؟ يستحي إذا رفع إليه العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين أنت أيها المؤمن إذا كان جيبك مليء بالمال وجاء عندك فقير ومد يده وأنت من أهل الخير هل ترده؟ أبدا لا يمكن أن ترده إذا كان عندك المال وهو يقول لله ويمد يده تعطيه أنت بشر فما ظنك برب البشر وعنده خزائن السماوات والأرض وإن من شيء إلا عندنا خزائنه فهو يستحي إذا رفع العبد إليه يديه فكان النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه يرفع يديه وفي المواقف الحرجة إما حروب وإما سراعات وإما في عرفات كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه يرى بياض إبطيه فرفع اليدين في الدعاء هو من علامات استجابة الدعاء قال الرجل يطيل الصفارة أشعة أغبارا يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب يا رب يا رب إنه يدعو بإسم الربوبية إنه لا يدعو وتنا ولا يدعو صنما ولا يدعو بشرا إنه محقق للتوحيد محقق للعقيدة السليمة إنه يدعو بإسم الربوبية لأن اسم الربوبية هو مفتاح للدعاء وفي الحديث الشريف قال صلى الله عليه وسلم إذا قال العبد أربع مرات قال يا رب يا رب يا رب يا رب أجابه ملك إن رب العالمين قد أقبل عليك فاسأله ما تريد لما تقل أربع مرات تناديه جل جلاله يقبل عليك وكل البشر إذا دعوا في وقت واحد يقبل عليهم كيف ذلك كل ما خطر على بالك فربنا مخالف لذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى ما أعظم شانه فإذا أردت أن يقبل عليك المولى قل بنداء الربوبية لهذا في القرآن العظيم نجد أدعية الربوبية كثيرا يعلمنا الله تعالى أن ندعو بالربوبية وأول دعاء دعا به أبونا آدم وأمنا حواء لما وقع في الخطية نادوا باسم الربوبية فغفر الله لهم ماذا قالوا؟ قالوا ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صعد إلى جبل عرفات وتعرف هناك آدم على حواء وكان يدعوني أدعية كثيرة لكن الله لا يستجب إلى أن ألهمهما جل على هذا الكلام قال ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الله تعالى غفر الذنب لدك يقول العلماء أي وحد فينا ارتكب إثما أو خطيئة يكفيك أن تقول هذا الدعاء صادقا قل ربنا إننا ظلمنا أنفسنا الاعتراف بالدم بين يدي الله وأن تناجيه باسم الربوبية فغفر الله تعالى لآدم وحواء أيضا في القرآن الكريم أدعية كثيرة مثلا الصحابة الكرام من الأنصار والمهاجرين لما دعوا دعوة طيبة ربي جمع شملهم وألث بين قلوبهم وحصنهم وأعطاهم المدد والقوة ماذا قالوا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا لما قالوا هذا الكلام الله تعالى رضي عنهم ورضوا عنه وأعطاهم القوة وأعطاهم المدد فدوما الإنسان يقول هذا الدعاء إذا أراد أن يجمع الله الشمل إذا كان الناس متفرقون مختلفون ولا أحد يستطيع أن يسوي الأمور بينهم يقول هذه الكلمات ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ثم علمنا إذا كانت هناك أحقاد بين الناس أحقاد كثيرة بين الإخوة والأخوات أو بين زملاء في العمل أو في تنظيم معين هناك اختلافات ونوع من العداوة والبغضاء وأنت تريد أن تطفئ هذا الغضب ما تقول نقول في الدعاء ربنا وَلَا تَجْعَلْ في قُلُوبِنَا غِلهًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤْوْفٌ رَحِيمٌ ربنا لا تجعل في قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤْوْفٌ رَحِيمٌ الله تعالى يذهب الغل من القلوب هذا بين المؤمنين أو بين الأزواج أو بين الجيران أو بين تنظيم معين في حزب أو في نقابة أو جمعية لكن هناك شنآن ومحاكم ممكن أن نسوي كل هذه الأمور بهذا الدعاء فالنفوس تهدأ والقلوب تطمئن والعلاقات تعود إلى مجراها الأول وأيضا كثير كثير الأدعيث الربوبية منها ما علمنا الله أن نقوله حتى في الطواف عند الحج ربنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هذا الدعاء باستمر في الربوبية دائما الدعاء بالربوبية لبغى الخير للدين والدنيا لبغى الخير الشامل الكامل يكتر من هذا الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بعض العلماء المفسرين قالوا المقصود بالحسنة هنا المرأة الصالحة ومنه من قال لا هي الحياة الطيبة لماذا قال البعض خاصها بالمرأة الصالحة لان في المثال الداريجي يقول لك الرابح من المرأة والخاسر من المرأة واللي ما عنده مرأة ما رابح ما خاسر فالمرأة الصالحة هي مدعاة للفرحة والسرور والبهجة والصحة والكرمة والمرأة اللي غير صالحة يعني مدعاة للمشاكل والهم والغم والأمراض والأسقام والعلل والعياد بالله هذا تفسير لبعض المفسرين وإن المقصود هو الحياة الطيبة الشاملة يعني الزوجة والأولاد والعمال والعلاقات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بل علمنا ربنا عز وجل في خواتيم البقرة كلها جاءت بأدعية الربوبية ربنا لا تواخدنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به كلها ربوبية لهذا قال دك الرجل يطيل الصفر أشعة أغبرة يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب يعني هذا الرجل لك يدعي دل جميع الوسائل دل استجابة الدعاء ها هو صفر صفرا طويل فيه مشقة ها هو وقع له التبدل وتغير أشعة أغبرة ها هو يمد يديه إلى السماء منكسرة ها هو ينادي بإسم الربوبية دل جميع الوسائل المتعلقة باستجابة الدعاء لكن دخل عليهم نقصان من أمر صغير ربما لم يلقي له بال ما هو قال ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغدي بالحرام فأنا يستجاب له هذا الرجل للأسف أنه حقق الدكر وحقق العبودية وحقق الانكسار ولكنه كان يتغاون في لقمة الحرام كان يمد يديه إلى المال الحرام كان يستعمل طرق مرتوية ليكسب المال ولا يهمه أحلال أم حرام والعياذ بالله المطعم حرام الملبس حرام الشرب حرام غدي بالحرام يعني لحمه هكذا لهذا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يحذرنا من أكل الحرام حتى في الحديث عن الصحابي الجليل سعد ابن وقاص كان مرة هو من شباب الصحابة كان يبحث عن فضائل الأعمال الصحابة هم أشكال كان من يبحث عن الفتن ليتقيها كان هناك من يبحث عن الفضائل للأعمال من اللي كان جمعوا السنة النبوية الشريفة كلقوا الصحابة عندهم تخصصات كان يقلب على الأحاديث السياسية كان يقلب على الأحاديث للفضائل الأعمال كان يقلب على الأحاديث للتقاء الفتن كان يقلب على الأحاديث المتعلقة بالعلاقات الزوجية والأولاد وغيرها يعني تصنيفات الصحابة رضي الله عنهم كل واحد روى لنا من طريق معين الصحابي الجليل الشاب رفيع المقام سيدنا سعد بن أبي وقاص كان يبحث عن الفضائل فقال يا رسول الله ادعو الله لي كي أكون مستجابة دعوة طلبها كبيرة هذا طلب طلب واحد ولكن فيه كل شيء يعني بحلقة ياخد للمودو باس ياخد الرقم السري لكي يدخل إلى عالم استجابة الدعاء يا رسول الله ادعو الله لي كي أكون مستجابة دعوة فماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه وربت على كتفه وقال يا سعد أطب مطعمك تكون مستجابة دعوة أطب مطعمك تكون مستجابة دعوة يعني دائما الطعام لغا يدخل الجوف ديالك خليه يكون حلال خليه يكون طيب خليه يكون مبارك لما سمع الصحابة رضي الله عنهم هذا التوجيه النبوي الشريف صاروا حريصين على أكل الحلال والابتعاد عن الحرام من ذلك ما يروى مثلا أن سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان عنده واحد الغلام خدم معه سيدنا أبو بكر كان رجل أعمال كبير كان تاجر بلغتنا كان مليونير عنده تجارات وقوافيل ولما يأتي من الصفر متعب عنده غلام يخدمه فقال يا غلام إني قادم من صفر متعب هل من طعام قال يا أي نعم هناك لحمة قال ايشويها وغاتها فقام الغلام بشي هذه اللحمة وقدمها لأبي بكر وكان جائعا جائعا جي من الصفر ملهوف فأخذ قطع الأولى ورمها في فمه وبدأ يمضغها وسأله يا غلام من أين لك هذا اللحم من جبته قال لي كنت أمر على قومي من أهل الجاهلية عندهم عرس فأهدوني إياها فلما سمع سيدنا أبا بكر هذا الكلام هذا قوم من أهل الجاهلية لعلهم لا يسمون اسم الله لدبيحتهم ولعل دبيحتهم حرم فقام بقلع استخراج هذه اللحمة من ثمه من جوفه أخرجها وهي مصبغة بالدم قال قال الغلام رأيتها سنة حمراء بالدم أكلها وأخرجها من فمه قبل أن يبلعها فقال لها وما مقدار هذه يا صاحب رسول الله كان ينادى سيدنا أبو بكر الصديق بصاحب رسول الله رمأنم كلهم صحابة كلهم صحابة أنصار ومهاجرين لكن أبا بكر كان ينادى يا صاحب رسول الله لماذا لأنه ربنا ذكروا في كتابه وقال ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا قال ما مقدار هذه يا صاحب رسول الله قال له لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كل لحم نشأ عن سحت فالنار أولى به قال له كل لحم يعني اللقمة إن العبد ليقدف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل الله من عمل أربعين يوم وكل ما نشأ عن سحت فالنار أولى به حديث فيه تحذير مغلط يعني أن العبد يقدف اللقمة الحرام يعني سهلا بدت يبدك وقد تكون لقمة حرام سهلا ولكن عواقبها كثيرة جدا لا يتقبل الله من عمل أربعين يوم أربعين يوم لذا قال يا أيها الرسل كنوا من الطيبات واعملوا صالحة تاتكوا الطيبة يقول له لا أعدي للصالح لك لدي الحرام لا أعدي للصالح لأنه أصلا غير مقبول فتعجب هذا الغلام من كلام أبي بكر السديق رضي الله عنه وهذه عبارة عن سدف الاحتراز فالمقصود أيها الأحباب الكرام أن هذا الرجل نموذجي ثم ذكر رجلا يطيل الصفر أشعة أغبار يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعم حرام وملبس حرام وغدي بالحرام فأنا يستجاب له أن هذا يسمى في اللغة العربية باستفهام إنكاري استفهام إنكاري أن يستجاب له إن كيف يستجب لله تعالى كيف والمقصود هو أن الله تعالى ممكن أن يستجب ممكن رحمته أسعى وكرمه لا ينقطع سبحانه وتعالى لكن في تحذير في تحذير للعباد وللأمة أن تتسهل في أكل الحرام والعياد بالله والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حذرنا من زمن نسأل الله تعالى أن لا ندركه قال سيأتي على أمتي زمان لا يدري الإنسان من أين يأكل أم من حرام أم من حلال رجي واحد الزمن على الناس غد اخترت الأمور لا يدري الإنسان واشغي يأكل حرام ولا حلال اختلاط دي الامور كلها بعض وببعض كيف بكم إذا أصبح المنكر معروفا رجي واحد الزمان لا يسترنوستركم هذا من عالم الفتن كيف بكم إذا أصبح المنكر معروفا يعني انقلاب المفاهيم غد اتكلم عن واحد إنسان عاقل وغد يقول كلام فيه انقلاب المفاهيم مثل إنسان يتكلم عن الديمقراطية ويشجع الديمقراطية ولكن هو من غيرتصرف غيرتصرف ديكتاتوري غيرتكلم على المساواة وغيرتجد المساواة ولكن هو في موقفه غيرتكون عنصري غيرتكلم على السم وعلى الأمان ولكن غيرتصرف الحياة غيرتصرف عدواني يعني كيف بكم إذا أصبح المنكر معروفا قد يكون إنسان يكيل بميكيالين غير واحد الزمان ولعل في زماننا هذا شيء من ذلك المهم أيها الأحباب الكرام ما نريد أن ننبه إليه هو أننا علينا أن نتحر الحلال دائما الدنيا قصيرة وهناك حساب ووقوف بين يدي المولى وقبل أن يكون الحساب يوم الحساب في الدنيا كان هناك أثار أثار للعقوبة والعياد بالله لكن الحرام تلقى العقوبة عقوبة في صحته عقوبة في مزاجه عقوبة في تصرفاته عقوبة في زوجه عقوبة في أولاده كان عقوبة حياة لما تقوش طيبة الحياة الطيبة سيفقدها سيشعر بالألم سيشعر بالضياء سيشعر بالانكسار السر هو أكل الحلال مظاهر أكل الحرام هي كثيرة حبر منها النبي صلى الله عليه وسلم وحضر من القرآن العظيم كثيرا نذكر مثلا بعض مظاهر أكل الحرام حتى ننتبه إليها ونحاول أن نتلافها ونتجنبها أولها في البيع والشراء لما ندب إلى السوق وكانت تاوى مع البائع وكانت حاولون نخذو كثير من حقنا هذا كنتسمى المطفف في الميزان ربنا عز وجل قال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون اليوم عظيم إنسان كيدخل البيع والشراء سواء تاجر صغير بقال كنتمشي لعنده يبيع بعد المواد الغدائية أو تاجر كبير عنده التصدير والاستراض وعنده العملة الصعبة في البيع والشراء ينبغي أن يكون هناك المعقول يكون هناك المعقول يكون هناك العدل لا تأخذ أكثر من حقك ولا الآخر يطفل في الميزان كذلك من مظاهر الحرام والعياد بالله أكلوا مالي اليتيم إن اليتيم ضعيف اليتيم يقدر يدفع عن نفسه إذا كانشي واحد قوي وبالغ وعنده الحكمة وعنده القدرة ما تقدر تكون لي ماله سيواجهك إما بالخصام إما بالمحاكيم إما غير يجهده باش أنه يحمي ماله لكن إذا كان يتيم هذا يتيم صغير وضعيف وضاعع ما يقدر يدفع غادي يشوفه غادي يسكت لهذا حضر النبي الكريم لأن أكل أموال أيتام ولا تأكل أموال يتام حضر منه النبي صلى الله وسلم وهو كثير للأسف كالقوا الناس عندهم في العلاقات يعني كيوه دا غاية يمدوز وكيمشيه لا حاسب ولا رقيب وهو لا يدري بأنه فتح على وجه باء من أبواب النار ولا عياد بله كذلك من المال الحرام أكلوا الربع الربع اللي في الاستغلال واللي في أكل أموال نسب الباطل واللي هو يا كتجي عند الضعيف ودي لي رزقه وتعود تراكم عليه الديون أضعافا مضاعفة ولما أداش كتعود زيد عليك كتر فكيغرق كيغرق هذا الربع اللي كيكون لي في مفهوم الاستغلال وأكل أموال اليتيم أو مال الضعيف ظلما وربنا حرمه وجعل فيه عقاب شديد والعياد بالله ثم كذلك هناك معاملات كثيرة في أكل المال الحرام نسأل الله السلام والعافية إذن أيها الأحباب الكرام باختصار الوصية التي نتواصل بها جميعا كي يكون دعاؤنا مستجاب عند الله تعالى علينا أن نتحرى الحلال دائما قلبه على الحلال نخضه إلا قدر الله تعالى الإنسان جمع حرام وضمه إلى مال الحلال اختلط عنده المال دياله مخلط في حلاله حرام أشغيدير لابد أن يعيد الأموال إلى أصحابها يقلب على الأصحاب ديالها ويقولون خدروا سخكم سمحولية هذا إذا قدر على ذلك إذا قدر الله تعالى أن أصحابها ضاعوا واختلفوا أو ماتوا ماذا علي أن يفعل عليه أن يأخذ شطرا من ماله ويتصدق به على الفقاراء والمساكين يبقى يعطيه هنا ويعطيه هنا حتى يشعر بأنه استوفى الحقوق لأصحابها وأدى لهم ماذا نكسب من هذا أول ما نكسب هو الحياة الطيبة الحياة الدنيا كتعود طيبة كتعود الحياة السليمة لا يعني هذا أنك ستكون معصوم من الخطأ أو أنك ستكون معفو أو معفي من الأمراض أو معفي من الإبتلاءات أبدا الإبتلاءات تابعنا تابعنا ربي عز وجل من اللي خلقنا أحتغى نموت كل ابتلاءات لأن الابتلاءات هي عبارة عن امتحل للارتقاء هي ترقية ولنبلو أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمارات وبشر الصابرين صاحب الحياة الطيبة وخيجي الابتلاء هو صابر وعنده البشارة وخا عنده المراض وخا عنده الفقار وخا عنده مشاكل عائلية ولكن كدوز بسيطة سرعان ما يتجوزها لا تدوم دي منك يقول اشتدي أزمة تنفارجي قد آن ليلك بالبلاجي غدوز مرحلة قليلة وغدوز هذا قانون إلهي عمر المصيبة ما تطول أمو تقصر وغدزول سبحان الله تعالى مبدل الأحوال لكن غد يكسب الحياة الطيبة الحياة الهنية الحياة السعيدة ثم غد يكسب يوم القيامة غد يلقى بأن الأعمال دياله مثمرة العمل الصغير لداله غد يلقى كبر أتمر أتمر أضعافا مضاعفة بخلاف لكدو العمل السيء والعياد بالله غد يلقى الأعمال مهما دار من عمل وكي يكون الحرام غد يلقى بحبط وقدمنا إلى ما عملوا من عمالين فجعلناه هباء منتورا وردار الأعمال يقولي يا رب نرى بشيت الحج بشيت العمراء وفعلت الخير ودرت كذا وبنيت وشيت وساهمت في العمل الحزبي والعمل النقابي والعمل الجمعوي وكان عندي واحد ضوء في المجتمع وكان نصول القضية الفلسطينية والقضية العراقية نعم هذا كله عمل جميل وعمل رائع لكن كنت تتساهل في الحرام قالك فقدمنا إلى ما عملوا من عمالين فجعلناه هباء منتورا يلقى كل شيء ضاع لي والعياد بالله بسبب أكل الحرام بخلاف اللي هو كيقدر عمل ولو كان متواضع ولكن يتحرى الحلال قالك إنما يتقبل الله من المتقيم نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكمنا المتقيم نسأل الله تعالى أن يتجاوز عنا خطايانا يا ربنا إن كنا قد عصيناك أو أخطأنا في حقك ما عصيناك ولا أخطأنا تحمدا ولا تجبرا ولا تعنتا وإنما لهواننا وضعفنا اللهم يا رب ارحم دلنا بين يديك اللهم ارحم ضعفنا يا أكرم الأكرمين واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلننا وما أنت أعلم به منا وبدل اللهم سيئاتنا حسنات نستغفرك ونتوب إليك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم اختم لنا بالحسنة بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله قلوا جميعا أمين آمين آمين يا ربي يا كريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدنا إليكم مستمعي الأفاضل لنواصل هذا اللقاء المبارك يسعدنا دوما أن نستقبل مكلماتكم ونبدأ بسرعة لضيق الوقت من وجدة معنى للاحيات السلام عليكم ورحمة السباح مباركة سعد جمعة مباركة وعليكم السلام ورحمة المباركة ما كل يوم معك دائما أبدا الحمد لله مرحبا للاحيات نحن نحب نسمع الصوت ديالك لأنك متفائلة رغم ظروفك الصعبة مرضك بالسرطان وفقدانك للبصر بما نحب نسمع الصوت ديالك أنك متفائلة ورغم كل شيء الحمد لله شكرا ما شغيل سيطا عندي مرض كيلي الغددى الطرقية الغددى الكاترية الغددى ومشي المصرصي وبقول ما فيه وعلو سعداتك لا أتيلا شلال لا لأن دب أنت تحديتي تحديتي المرض ديالك باش بالرغبة في الحياة وبأنك قابل أمر الله ذا الشري ذلك الله تعالى لا أقول يا ربي لماذا فعلت لي كذلك بلأسو يا ربي لك الحمد والشكر يعني لك الرضا يعني يخفف الله من المعاناة بالعكس أنا هاتشي ديراتول أنا كنقول كيما نقول بالدريجة تعالى الله قومة ما أغفر الدلوب هذه كنم ساحة تتعال الدلوب يا ربي أغفر بيها الدلوب ويرقي بها الدرجات أغفر الدلوب أنا مثلا بلت الحجاب وأنا معه فلقاب الحجاب يفرد علينا أيها لديت تفقه في الدين لقيت صورة الأحزاب وصورة النور أيها مثلا قيتش حواج لي مي بدينا نتفقه في الدين وبيدينا نقرأ القرآن ونشيصر ومع هذا البرنامج أنا صادقتي لك أنا كنت فقدة باكيرة صادقتي لكت لقيت لعليك بالدكتور قريبا نبقيت تسمع البرنامج أنا فيقف ما كان نقش أمغطرة الله يشافيك ويعافيك كانت ما قاعد برنامج اللي في هاد اللي يكونوا فيهم الدين وهذا ونتفقه هاد يعني شهد البرنامج كاي الجميوري معاكم بالزاف سافت خاصة تعدك الدعاء تعد اللهم رب الباس إذهبي الباس وشفير كان حصدقا عندكم شحم حاجون بد كانت الحمد لله نحنا كان نقل غير ما تبت عن النبي المصطفى صلى الله وسلم نحنا نأتي بالجديد نحنا ننقل ما جاء في الكتاب والسنة فقط لقد تكسب حالي بابك تقول مثلا أنا بحالة نعمني ما قلتش واحد دايما معي على الشيء أنا كانت في بذلك الآية تعالي تقول اللهم دعوني أستجبوا كولي الله الأسماء الحسنة دعوني بها أستجب لكم ومع ذلك النسكية لقاوني السلم والي دايما كان دايما معك كل شيء يدعي معي بلا ما نقولهم حمد لله هو سبحانه هو تعالى سبحانه من سخار هذا لهذا هو سبحانه نعم طلب الله تعالى يسوي الأمور في دلصام أعطاوا للناس الفلوس المعاوانة وليم كانت المؤشر طلع لهم وقلع لهم وكشاء بسكن حتي يطمعهم كما نقول إحنا وليعا لحيث توصلنا بشكايات كثيرة من مواطنين ضعافة يبكيوا جاعدنا هنا الإيداءة يبكيوا يقول لك إحنا توصلنا في الأول وفرحنا وساعدنا بذلك البركة ومن البات قالوا لنا لا سمحوا لنا المؤشر طلع وهذه فرصة كنحاول نوجه النيداء للمسؤولين في هذا البلد الأمين كنحل لهم الله ينصروا سيدنا والله يزيدكم من فضله من نعيمه أرجوكم أعيدوا النظر في مثل هذه القوانين لأنها مجحفة وتضر بوحد الفئة فقيرة من أبنائنا وإحنا مستعدين إحنا كموظفين ومستخدامين يعني يدلون اقتطاع من الأجر دينا ويزيدوا في الصندوق ويوزعوها للفقراء والمساكين ما كان موش كان القتيل تعالوا لنا بحلها المعاونة تعال انتعدك للزلزال بحل كاينة هذي كان ديروها ما في سبيل الله ماشي باش في سبيل الله أي حاجة دكتور أنا بغيت خد التلفون ديرو إي تلوني نولي نقيد باشه لكي حواج مهم وخاصة تبتع تنمي البشري لأن أنا ديرت أضر معك في 2005 أنا أول وحدة دلوني في تنمي البشري لندير الجمعيات باش نطلقها بالجمعيات نعم وفي الاشتفات ع 2006 فاش خدت الميكرو وقلت لهم هكا قلتم ما عرضونيش أنا عندي الجمعيات وما قلت نشقع واحد واحد ما استخد خباب لهم في الاشتفات خلوني بحدي في البيغو مين يصق مشيت الفي كانو دير الاشتفات مدينة وجدة هذك وبقت نسمع في الاشتفات قلنا نحوضو الكلمة من ديش كلمة قربت الميكرو وقلت لهم كينا شفارة أنا قلت دامي ما كايش قاعد ما كايش قاعد للجمعيات كل جمعيات ما عنداش دوسيات ندوحة وعطي لهم الفلوس قالوا لي تكلمي الكاتب العام تكلمت الكاتب العام قال لي يا لا لا كنت كوني انتي أنا بغت مولي عاميل تقعد ديلي عاميل وشدك تهضري وثم بدني قاعد خدسني من الولايات وشدو ودني واحد للمنطقة الحضارية ايوه وقلل سيامات ولا عاميل قلل سيامات ولا بل الله ماني وراتحت لرد دفر بل الله ماني فمعدود كذلك هدوك لا اله إلا الله وعطوني خمسين والموت يعني عادش يا ربي بتالاني بالمرض وقدو الادعية ومعاك انتا يريد هدوك الادعية اللي كانت تقوله ومسهج لانا شي هذا كل شي الحمد وكان حفظ بالقرآن بل الله وغيرت الإنسات إياه لله تبارك الله مثلا الصغير أنا كان قرام لي عربطها بالجمعة ولي تحفظتها ولي في الصباح قلت عربطها لروحي أم ملكية هدوك كل شي كل شي حوائش نحفظهم لك تقولنا انتا خاصة والادعية ربنا ضلمنا أنفسنا كان دون بتسبيح مش يجوز للادي بقت نصولك ربنا ضلمنا أنفسنا لا إله أنت سبحانك إنكم من الظالم يصدنا يونس ربي إني ما سني الضر وأنت الحامل يصدنا أي ربي إني منزلت إلي من خير فاق دائم عندك رزيق يجيب رزيقي المكالمات ديالك الكلمة ديال الحياة تضمنت الكثير من المضامين فقالت لنا بأنها لما كانت فاعلة جمعوية في وجداء مع منظمات وجمعيات ومسؤولين في السلطة وقالت كلام هذا كيدخل فيما يسمى بتغيير المنكر هو جميل أن الإنسان يغير ولكن هنا غير واحد تنبيه أننا وإحنا في بلادنا لنغير المنكر نحاول ما أمكن نحرس على الأداب للتغيير لأنها قد تريد أن تغير منكر معين فتقع في منكر أكبر منه هذه قاعدة عند العلماء قالوا فيها ترك تغيير المنكر مخافة أن نقع في منكر أكبر منه وكي أعطوك دليل أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بالإسلام لنقدت الكعبة وأعدت بنائها على قواعد إبراهيم وأعدت بنائها على قواعد إبراهيم العلماء قالوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى منكر في المجتمع وكان بالإمكان أنه يغيره هو نبي هو عنده سلطة لكن خاف من رضود الأفعال أن تؤدي إلى منكر أكبر منه يعود الصراع يعود الخصاع متعد فخلاه أسكت حقنا للدماء هنا العلماء قالوا بأن أحيانا كنكون مع الناس كالقوحة المنكر معين كنحاول ما أمكن نغيره بالتي هي أحسن ماذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال لنا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه يعني التغيير باللسان قالوا هذا اختصاص ديال الرجال السلطة ديال الدولة اللي عند السلطة وعندها قوة القهر تدخل سريع بيده و فإن لم يستطع فبلسانه قالوا هذا الدور ديال العلماء وديال المصلحين وأصحاب الرأي الناس أصحاب المنابر يتكلمون تغيير منكر باللسان بالكلمة الطيبة والتغيير بالقلب يعني عموم الناس عامة ناس يغيروا بقلبهم هذا يقول مراتب منه من يقول التغيير ديال المنكر واحد تفسير ديالبعض أهل الله قال لك تغيير المنكر باليد كي يكون بالعطاء لأنك لك يدير المنكر رغم ممكن أنه تغييره غير بالعطاء ما يسمى بالمؤلفة قلوبهم مثلا صارق يسرق هو كيسرق انت كتعطيه كنزيد تكرمه باليد كتعطيه هو كيعودي يتراجع عن مواقفه لأنك نحاقد وكيشوف بأن الناس ما كيعاملوش إذن يسرق انت ملك تعطيه هو كيشعر بأنه ركل رحمة كن إحسان فيقلع عندن به هذا التغيير باليد والتغيير باللسان قال لك بالكلمة الطيبة أدعو إلى سبيد ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن الناس هما أشكال أدعو إلى ربك بالحكمة الناس لما عقلاء لعقلاء كتنطق معهم بالحكمة الناس لهم بوسطاء الكلمة الطيبة غير مواعب مواعب حسنة كتكفيهم والناس لهم يمضادين لنا في الرأي وفي الموقف قال لنا وجادلهم بالتي هي أحسن إنسان مخالف لك في الدين أو في المعتقد أو في الفكر تجادله بالتي هي أحسن هذه كلها كتدخل في شروط تغيير المنكر أي نعم ربنا عز وجل نهانا أننا نشوف المنكر ونسكته لأن الساكت عن المنكر هو شيطان أخرص وقال ربنا عز وجل الأول ما أدخل النقص على بني إسرائيل لماذا بني إسرائيل كانوا وحد الوقت هم شعب الله المختار وكان ربنا يناديهم في القرآن بالتكريم كان يقول اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين بني إسرائيل كان هو الشعب المدلل عند الله تعالى كان مكرم معزاز وكان ربك يحبه وبعث لي الأنبياء ولكن فيما بعد ماذا قال قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعله لبيس ما كانوا يفعلون يعني قال لك أول ما أدخل النقص على بني إسرائيل منذ أهد داود ومنذ أهد سليمان كانوا صلحاء كانوا طيبين كانوا مؤمنين كانوا عباد الزهد كيكون الرجل يسير في الطريق كيلقوا أحد الناس وما غادل المعبد في الطريق كيلقى بعض الناس كيشربوا الخمر أو كيلعبوا القمار أو مختلطين مع النساء في حالة غير سليمة كيبغي يغير المنكر كيقولهم يا هذا اتق الله ودعم تصنع هذا أمر محرم كيقولها لهم وكيمشي للمعبد كيعبد الله تعالى اليوم الموالي منك يرجع كيلقادوك الناس باقنا لحالهم ما تغيروش ما زالك يشربوا الخمر أو كيلعبوا الميسير أو مختلطين مع النساء في وضعين مشبوه كيقولهم يا هذا اتق الله ودعم تصنع مرة اللولة التانية التالتة المرة الرابعة قال لك ولا يكون ذلك ناهيا له أنه يصبح جليسهم وأكيلهم وشريبهم حتى وكيد بحالهم يختلط معهم كيقول هذا الحياة هكذا الناس رأوا كلهم هكذا دي الحياة وكيد خل معهم تهوى في المنكر إما يشرب معهم الخمر ويقول رأى حلال مشروب روحي وإما يلعب الميسير يقول هذا ترويح عن النفس وإما يدخل في العلاقات مع النساء يقول لك هذه علاقات رضائية ويقول لك فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض فنزل قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعله لبيس ما كانوا يفعلون ثم قال النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر وإلا ضرب الله قلوب بعضكم ببعض ولعنكم كما لعنهم هذا تحديل للأمة الإسلامية عندكم يقع لكم ما وقع لبني إسرائيل أيام زمان وسلبت منهم هذا العظمى والكرامة والعزة التي أعطاهم الله تعالى في أول أمره للا حياة تكلمت عن مواضيع كثيرة من بينها أن البرامج الدينية كتقوم بالتوعية والتوجيه وقالت بأنها لم تكن تعلم بأن الحجاب هو فرض وفعلا إن شاء الله نتكلم عنه في حلقة مقبلة هو ربنا عز وجل قال في الأول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين هذا التوجيه الإلهي جاء في واحد نوع من اللطف يا أيها النبي يعني ربنا ينادي رسوله ونبيه وصفية قل لأزواجك يعني ابدا بأهل بيتك أولا قل لأزواجك وبناتك سيدنا النبي كنعضر بعضي اللبنات ونساء المؤمنين يعني كل نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين هذه الآية ما فيهش لوجوب هذه الآية فيها الاستحباب لكن فيما بعد جاءت أحاديث نبوية شريفة فقال يا أسماء أسماء بنت يا أبي بكر الصديق اللي كانت عنده في البيت وكانت صغير وراه وكانت لعب حداه وحد الوقت بنت عليها علامة الحيض وعلامة الأنوتة وبدأت تكبر فقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لا ينبغي أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى الوجه والكفين الوجه والكفين لا ينبغي لا ينبغي هذه الكلمة لا ينبغي قالوا بعض العلماء للاستحباب ولكن الآيات أخرى وأحاديث رتب على ترك ذلك عقوبة وإذا ترتب عليها عقوبة والعياد بالله كنقول بأنها صورفت للوجود هذا كلام إن شاء الله نتحدث عنه في حلقات مقبلة ونناقشه فقهيا وحادثيا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا سالما غانما معصوما ولا تجعل منا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا شر وسوء ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عديت ولا يذل من وليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرشته ولا مريضا إلا شافيته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا مسجونا إلا سرحته ولا ميتا إلا رحمته ولا مولودا إلا أصلحته ولا مسافرا إلا سالما غانما رددته اللهم أمين يا رب العالمين اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل في مغربنا الأمن والأمان والسلم والسلام والرحمة والمغفرة والرضوان اللهم نصر سلطاننا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس اللهم شفه وعافه وأطي العمره اللهم قوه وارزقه المدد وأصلح به وعلى يديه اللهم أقر عينه بولي عهدي المحبوب المولى الحسن وأنبته اللهم نباتا حسنة حتى يكون على خطأ أبيه وأبائه وأجداده اللهم شد أزره بشقيقه الأمجد المولى الرشيد اللهم واصلح جميع أفراد الأسر الملكية الشريفة اللهم احفظ جميع عبادك المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم انصر الإسلام وهدي المسلمين اللهم أعد أمتنا الإسلامية إلى سابق عزها وسالف مجدها اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم كلهم وليا ونصير اللهم أيدهم بجندك فإن جندك هم الغالبون اللهم أيدهم بأوليائك فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم كما جمعتنا على أثير هذه الإداعة المباركة اجمعنا قريبا في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة وفوق جبل عرفة وفي مينا وفي مزدلفة ويوم القيامة اجمعنا في الفردوس الأعلى مع الأنبياء والمرسلين والأولياء المقربين في جنات النعيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر